يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 منذ لحظات انتهت مباراة زهاب نهائي الكنفيدرالية الأفريقية بين نهض البركان والزمالك ونهض البركان فاز بهدفين مقابل هدف واحد يسوف وضايو سجل الهدف الأول لفريق نهض البركان في الديئة 13 بعد كده عادل تحيف سجل الهدف الثاني في الديئة 32 وعدل سيف الجزيرة من وضع الزمالك في البطولة ككل في الديئة 46 ديئة الأولى من الشوت الثاني دي أو ده ملخص أو اللي حصل في المباراة على مستوى النتيجة ولكن على مستوى الأداء فحاجة تزعل حاجة تدايق حاجة محبطة جدا جدا أكلمك بصراحة أولا علشان بس ناخد نص قبال مليان الزمالك فعلا طرع النهاردة بأقل الخسائر والنتيجة دي نتيجة جيدة في عرف المباراة الزهاب والإياب نتيجة جيدة جيدة يعني إيه يعني الزمالك هدف خلاص ياخد البطولة إن شاء الله ماشي الوضع ما كانتش بينزر بدا خالص هدفين فأقول نص ساعة على ناضي بركان إحنا رايحين لكارثة من حصن الحظ تاني من حصن الحظ فقط من حصن الحظ فقط لا تدخلات جوزي جوميز اللي ما تدخلش أصلا ولما تدخل تدخل بطريقة عجيبة هقول لك عليها دلوقتي ولا من لعبت الزمالك اللي معظمهم النهاردة ما كانوش في أفضل أحوالهم كانوا سايقين بقى من الآخر مش هجمل الكلام كانوا سايقين أنا مش مصدق النهاردة أحمد فتوح مش مصدق حسام عبد المجيد مش مصدق كل خط الدفاع بتاع الزمالك بما فيهم عمر جابر وبما فيهم حمزة المسلوسي مش مصدق طبعا 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 مش مصدق سامسون أكنيولا انت بتلاعبوا ليه بصراحة بس مش هلوم اللاعب بقى في دي جوزي جوميزي النهاردة ارتكب مش خطأ خطيئة كبيرة بإشراك سامسون أكنيولا في الشوت الأول من الشوت الأول يعني أنا أفهم إن سامسون ده يبقى ورقة معاك على الدكة تستخدمها خاصة إن أنت الدكة بتاعتك مش تقيلة ولعب السهل ولعب الواضح النهاردة حسيت إن جوزي جوميزي المدرب اللي أنا مقتنع بها مش بغير كلامي أنا شايفه مدرب جيد ما زلت يعني عند رأي بس النهاردة كان عنده كوارس أبرازها سامسون سامسون النهاردة بدأ شمال وبعد كده على اليمين هجيب لك شوية تلقاط دلوقتي وبعد كده على اليمين وبعد كده سترايكر وراجل مش عارف يعمل فيه إيه؟ مبوز اللعب سامسون مبوز اللعب كله وأظهر فتوح بشكل كارسي يعني هو فتوح النهاردة أصلا مش في أفضل مستوياته على مستوى الفردي طيب على المستوى الفني في أرض الملعب كان فيه كارسي إيه هي؟ إن فتوح دايماً مسك الجابع دي لوحده ودفعين وهجومياً فيه كارسة فأي هجمة للوداد عفواً لنهضة بركان كانت بتبقى من ناحية الشمال من ناحية فتوح يعني من ناحية اليمين بتاعت نهضة بركان سدح مداح عيش زي ما انت عايز تعيش إلعب زي ما انت عايز تلعب يا مهاجمين نهضة بركان اعملوا إنتوا عايزينه كوارس تكتكية النهاردة وبعدين لما تلعب قدام فريق مغربي على ملعبه وملكش دعوا بالإسم بتاعه نهضة بركان بقى الوداد الرجاء أي فرقة تاخد حذرة جداً ليه؟ إن الجمهور المغربي عموماً مع أي فريق جمهور صعب فبينزل اللعبة بتاعته في حماش شديد جداً وينزل المنافس مهما كان تحت ضغط عصبي كبير جداً وده اللي حصل أنا من أول 30 ثانية أنا لقيت فريق نعضي بركان عنده 3 أربع لعيبة في منطقة جزاء الزمال وفيها أجمع خطيرة تخضيت إيه ده؟ فاتفتح خطوطك تلعب بخطوط متباعة مش مقفل كويس في الأول الأول ده حنا ده حنا المعلقين ما شاء الله بيقولوها بسم الله الرحمن الرحيم كده يقولك إيه؟ امتص غضب المنافس امتص الحماس الجماهيري امتص مش عارف أعمل الحاجات دي مفيش ما تعملتش النهاردة النتيجة كانت تنظر بكارثة من حسن الطالع الحمد لله الحمد لله النزة مالك النهاردة كان أوف دي مش يوم موسيقى